وقعد الوقوف على آخر المسجدات والمواقف في العاصم الأمريكية واشنطن إزاء تطورات الحرب الروسية على أوكرانيا ينضم لنا مراسلوا الحرة من البيت الأبيض هشام برار ومن وزارة الخارجية الأمريكية ميشيل غندور ألم بكم أبدأ معك هشام برار وآخر المواقف في الإدارة الأمريكية إزاء الحرب الروسية المستمرة على أوكرانيا وبالنسبة لأوكرانيا لا توجد مواقف اليوم في وقت يحول فيه البيت الأبيض تحويل الاهتمام إلى ملفات أخرى وقضايا مليحة لسيما على مستوى الأمن القومي الأمريكي سنلاحظ ذلك اليوم فيما يتعلق بالصومال ونهاية الأسبوع بجولة تتقود الرئيس الأمريكي إلى كوريا الجنوبية واليابان وإعادة الاهتمام إلى القارة الياسيوية اليوم الرئيس الأمريكي وفق على مقترح من وزير الدفاع لويد أوستين بإعادة نشر قوات أمريكية عناصر القوات الخاصة الأمريكية في الصومال معلوم أن الرئيس السابق دونالد ترامب بنهاية ولايته أمر بسحب جميع القوات الأمريكية التي كان عددها وقتها 750 عنصر الرئيس الأمريكي جو بايدن يريد إعادة أقل من 500 عنصر في وقت يقول البيت الأبيض أن هناك معلومات استخباراتية تشير إلى أن تنظيم الشباب الصومال لإزداد قوة وتمويلا واستفاد من الاضطرابات السياسية في الصومال بل يعتبر البيت الأبيض أكبر تنظيم وأغنى تنظيم متبقي موالي لتنظيم القاعدة لذلك هذا القرار يقول البيت الأبيض هو لكسر شوكته في وقت يزداد فيه التهديد من تنظيم الشباب الصومالي على مصالح أمريكية ومواطنين أمريكيين البيت الأبيض يقول بأن هذا القرار لا يتطلب إرسال قوات أمريكية من الولايات المتحدة بل إعادة تموضع وإعادة ناشط قوات متواجدة في القرن الإفريقي أصلا حتى بعد سحب القوات الأمريكية من الصومال يقول البيت الأبيض أن القوات كانت تدخل وتخرج من الصومال والآن رئيس جو بايدن يريدها أن تمارس هذه المهمة ضد لمكافحة الإرهاب ضد تنظيم الشباب بشكل مستمر وأكثر فعالية بتواجدها وتعزيز التواجد الأمريكي على الأرض في الصومال شكرا لك يا شامرون بيت الأبيض لهذه التفاصيل بالانتقال لك ميشيل غندون من مقر الوزاعة الخارجية الأمريكية أخر المواقف لديك إن كان إزاء الحرب روسية على أوكرانيا أو حتى ملفات أخرى نعم محمد الوزير بلينكين ينهي في هذا الوقت زيارته إلى الإمارات حيث شارك إلى جانب نائبة الرئيس كاميلا هارس ووفد أمريكي كبير بتقديم التعزية بالرئيس الإماراتي السابق وتقديم التهنئة للرئيس الإماراتي الجديد محمد بن زايد الوزير بلينكين وقبل مغادرته أو قبل أن يغادر بعد قليل الإمارات التقى وزير الخارجية عبدالله بن زايد وناقشا على مأدوبة عشاء التطورات والعلاقات بين البلدين قبل ذلك كان الوزير بلينكين وفي نهاية الأسبوع وبعدما استأنف نشاطه على أثر إصابته بجائحة كورونا عقد سلسلة لقاءات في بيرلين حيث اجتمع وزراء خارجية دول الناتو واجتمع أيضا مع وزراء خارجية بريطانيا وألمانيا ومسؤول فرنسي وتم النقاش بالتطورات المتعلقة بأوكرانيا ومساعدتها والضغوط التي يجب أن تمارس على روسيا إضافة إلى ذلك عقد الوزير بلينكين في العاصمة الفرنسية لقاءا مع نظيره الفرنسي وبحث معه الأمن الغذائي العالمي الذي يتعرض للتهديد بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا وجرى أيضا عقد اجتماع للمجلس الأمريكي الأوروبي للتجارة والتكنولوجيا وهذا في إطار تعزيز التعاون والشراكة الأمريكية الأوروبية في هذا المجال مجال التكنولوجيا والتجارة من مقر وزراء الخارجية الأمريكية مرسلنا هناك ميشيل غندور شكرا لك وشكرا لك هشام برار من البيت الأبيض